اشتركوا في القناة وزارة الخارجية تؤكد رفض المملكة محاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر محمد بازوما المملكة تدين اقتحام وزير الامن الاسرائيلي ومستوطنين لباحة المسجد الاقصى والاثنين المقبل اجتماع اسلامي لبحث تداعيات تكرار حرق نسخين من المصحف بالسويد والدنمارك تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم اكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض المملكة التام لمحاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر محمد بازوم مطالبة اطراف الانقلاب بسرعة الافراج عن فخامته وتمكينه من استعادة مباشرة اقتصاصاته الدستورية والحفاظ على مصحته وسلامته وجددت الخارجية مطالبة المملكة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق لنفلات امني قد يؤدي الى ازهاق ارواح الابرياء وخسارة المكتسبات الوطنية ومن جهة ثانية عربت وزارة الخارجية عن ادانة والسنكار المملكة اقتحام وزير الامن القومي الاسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الاقصى واكدت الوزارة ان الممارسات المنهجية تعد تعديا صارخا لكافة العراف والمواثيق الدولية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم وحملت الخارجية قوات الامن او قوات الاحتلال الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات وشددت على مطالبة المجتمع الدولي بالاطلاع بمسئولياته لانهاء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبدل كافة الجهود لانهاء هذا الصراع كما ادانت رابطة العالم الاسلامي بشدة اقتحام وزير الامن القومي الاسرائيلي ومجموعة من المستوطنين باحة المسجد الاقصى المبارك واندت رابطة العالم الاسلامي بهذه الممارسات العبثية المتكررة التي تمس حرمة المقدسات الاسلامية وتمثل تجاوزا خطرا للقوانين والاعراف الدولية ودعت الرابطة الى اهمية العمل الدولي الجهد على مساعل السلام العادل والشامل وايقاف كل تجاوزات التي تقوض فرص الحل في المناطق المحتلة قدمت منظمة التعاون الاسلامي بيانات خطية الى محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وجددت المنظمة في هذه الوثيقة التأكيد على دعمها المطلق والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه وتجسيد الدولة الفلسطينية ثمن وزير الاعلام اليمني معمر الارياني دعم المملكة الاضافي بمبلغ ثمانية ملايين دولار لناقلة النفط صافر اضافة الى مبلغ عشرة ملايين دولار سبق ان تبرعت بها المملكة في هذا الخصوص واوضح الارياني ان دعم المملكة لعمليات انقاذ صافر بثمانية عشر مليون دولار دلالة على الدعم اللامحدود الذي تقدمه المملكة وامتداد للمواقف الاخوية الصادقة للحكومة والشعب اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والانسانية استلمت السلطات اليمنية في محافظة حضر موت المنحة الرابعة من المساعدات الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي المقدمة من مركز الملك سلمان الاغاثة حيث تحتوي المنحة على محاليل الاستصفاء الدموي وغيرها لتسهم في استمرارية تقديم الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوي من مختلف المحافظات اليمنية في اطار المساعي الانسانية للتخفيف من معاناة المرضى اليمنيين تسلمت السلطات اليمنية الشحنة الرابعة من الادوية والمحاليل الطبية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمل الانسانية الى مركز فاطمة بابطين احد المراكز الطبية التخصصية لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مناطق وادي وصحراء محافظة حضراموت تقدم الشكر الكثير للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان تحديدا في دعم مستمر لمر الفشل الكلوي وكذلك في دعم مراكز الاخرى في الصحة وتحتوي الشحنة المقدمة على محاليل الاستصفاء الدموي وغيرها من المستلزمات لتسهم في سد الحاجة العلاجية لمرضى الغسيل المستفيدين من مختلف المحافظة اليمنية تم استلامنا للدفعة الرابعة من المرحلة الثانية لدعم حاليل الاستصفاء الدموي لمراكز الكلة في حضراموت الوادي والصحراء لمركزي القطن والسيئون بدعم سخي من مركز الملك سلمان للغاثة والاعمال الانسانية دخلت هذا المركز وأنا محمول في العربية والآن لسنتين ويمكن 14 شهور بين قتل أنا الآن صحتي جيدة جدا أنسي على رجلي ومشي وروح بيتي على رجلي حاجة إنسانية مليحة استدعت مركز الملك سلمان لتنفيذ هذه التدخلات الطبية المستمرة نظرا لزيادة أعداد مرضى الغسيل المرتادين لهذا المركز الطبي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن وضمانا لاستمعية تقديم هذه الخدمات الإنسانية الجليلة عبد الرحمن بن عطية المكلة بناء على طلب المملكة والعراق تعقد منظمة التعاون الإسلامي في جدة الاثنين المقبل اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الأعضاء لتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك وعيات الاجتماع تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية لجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مؤخرا في جدة شاهد لا تفتأ تتكرر في دول تدعي حرية التعبير حرية التعبير تلك التي لا يتضح مدها فحدودها تقاس بالغايات ليست المرة الأولى السلطات السويدية تسمح بحرق نسخ المصحف الشريف وتبقي المتظاهرين على بعد مسافة آمنة من المشهد بزعمهم لكن الأمان لم يسكن نفوسهم ولم يفصل بينهم وبينه إلا غضب واستفزاز والسؤال إلى متى ستستمر سلسلة أعمال الحرق والتدنيس واستفزاز مليار ونصف المليار مسلم ضربت مشاعرهم عرض الحائط وحمي المنتهك كل وقف وقفته بما يستطيع فمنهم من حاول ردع هذه الإساءات بلا جدوى ومنهم من اصطف يتلو القرآن في مشهد عنوانه مع القرآن ضد الكراهية الرحمن الرحيم الحق لله رب العالمين في ضوء ذلك منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لمجلس وزراء خارجية المنظمة بطلب من المملكة والعراق بعد تكرار حدوث هذه الإساءات العالم الإسلامي في انتظار اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار الأعمال الاستفزازية المملوئة كراهية فإن كان هناك دولة تدعي الحرية والديمقراطية والاحترام فلن تتحقق مزاعمها تلك بنقيض ما يتطلب داء الكراهية من دواء دان القحطاني الرياض وللحديث أكثر من مشاهدين الكرام ينضموا إلينا من الرياض السادة الإعلام السياسية الدكتور مطلق المطيري مساء الخير دكتور مطلق وأهلا ومرحبا بك معنا في نشرة الأخبار مساء الخير أستاذ أحمد مساء الخير على مشاهدينك الكرام حياك الله الدكتور قبل أن نبدأ في الحديث عن ردات الفعل دعني أسأل عن تكرار حوادث تدنيس المصحف الشريف والرموز الدينية الإسلامية بدون وجود رادع من حكومات هذه الدول التي تحدث فيها وذلك بدعوى حرية التعبير علما أن هناك تصريحات من الاتحاد الأوروبي بأن هذه الأفعال ليست من الحرية وهي تعدي على الحرية الدينية كيف نفسر ذلك؟ طبعا هناك مستوين لتهليل هذا الحدث هناك مستوى التاريخي الحروب بين الإسلام وغير المسلمين من الحروب الصليبية وهذا شكل من أشكال الحروب التي تتمثل في بعض مظاهر استفزاز المسلم خاصة للتعرض لمقدساته والتعرض لوسيلة من وسائل تعبده المهمة جدا وهذه لها محطات تاريخية كثيرة ولكن الجانب الآخر من هذا من مستوى التحليل هو البعد الحضاري الذي يدعو إلى السلم ويدعو إلى التعايش بشكل مستمر والتصالح بين الأديان لا شك أن هذا يستفز ليس المسلم حتى غير المسلم لأنه يدعو إلى عدم الاستقرار ويدعم إلى بناء الضغينة ويدعم إلى التباعد ويدعم إلى عدم الاحترام وعدم التفاهم الآن القضية قضية دولية بكل أشكالها وبكل أبعادها ليست مضرطة على الإسلام ولكن مضرطة حتى على المجتمع الدولي ولا بد من تحرك دولي لوقف مثل هذه الاستفزازات لكل الأديان الآن ما نشاهده هو في السويد ليست حرية التعبير ولكنه هو ضد حرية التعبير وضد الحريات وضد أيضاً احترام الإنسان يعني أيش نقصد بالحرية عندما تتعدى على احترام الإنسان عندما تتذل الإنسان عندما تحتقل الإنسان وخاصة في أسمى معاني التي يملكها الإنسان ويحتفظ بها ويضحي من أجلها الآن نتطلح أننا في حضور وزراء خارجية المنظمة التعاون الإسلامي لإصدار ليس لأفعال ولكن لإجراءات لإجراءات تحمل أعمال تنفذ على أرض الواقع تطلب أن المجتمع الدولي يقف يعني وقفة حازمة بإصدار قوانين ملزمة لجميع الدول التي تقع تحت منظمة الأمم المتحدة حتى لا تكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين التي قامت عليها الأمم المتحدة نعرف أن الأمم المتحدة قامت على احترام وتأمين والمحافظة على السلم والأمن الدوليين لا شك مثل هذه الأعمال أنها تعرض الأمن والسلام الدوليين إلى مخاطر وخاصة أنها تبني الضغاين وتبني أيضا الكراهية المدانة بجميع المساتير وبجميع الظمة العالم الآن دكتور مطلق لنتحدث عن ردات الفعل ردات الفعل بدأتها عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية قامت باستدعاء السفير السويدي وتسليمهم مذكرة احتجاج أيضا هناك ردات فعل قوية في العراق أيضا ردات فعل أيضا في أوروبا في أماكن التي حدثت فيها وقاعة تدنيز يعني هناك دعوة لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي على مسؤول الزراء الخارجية هي أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة بعد هذا الاجتماع ما هو المتوقع؟ طبعا المتوقع أن هذه الإدانة تتحول إلى إجراءات أمل تنفذ على أرض الواقع لا المطلوب ليس هو بيانات الإدانة بقدر ما هو إصدار قوانين ملزمة للدول باحترام الأديان وباحترام الكتب السماوية وبمقدمة القرآن الشريف نحن الآن ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض لها القرآن للإساء ليست هي السويد الوحدة ولكن هناك أكثر من دولة تعرض لأعمال استجازية تستفز المسلمين في فرنسا في السويد في نيوزلندا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وكلها أعمال مدانة وأعمال تدعو إلى الكراهية وتضرب الاشترام وتضرب التفاهم المطلوب لبناء التعايش السلمي بين الشعوب لا شك هذا العمل يوصف أنه عمل خطير عمل يهدد السلام عمل يهدد حتى المصالح الآن منظمة العمل الإسلامي هي أمام جريمة هذه الجريمة ليست لدولة وتسلم منها إلى دولة أخرى ولكنها جميع الدول الإسلامية وجميع المسلمين حتى المسلمين الذين لا يوجدون أو لا يحبنون الجنسية الدول الإسلامية وحتى في الدول الأوروبية مثل هذا العمل يجب أن يرفع الخطر ويرفع يرفع الخطر عن المسلمين في كل العالم حتى لا يكون هناك استفزازات تعرض حياتهم للخطر تعرض مقدساتهم للإهانة وهذا الآن المطلوب من منظمة التعاون الإسلامي الآن هي أمام مسؤولية دينية أخلاقية تاريخية يجب أن يكون أن يكون التحرك بهذا المستوى لا نرى أنه عمل صبياني ولا عمل إنسان غير سوي أخلاقيا ولا عمل إنسان يريد أن يعمل استعراض لعمل شائن ولكن أمام أعمال مستمرة لاستفزاز المسلمين بمقدساتهم ولهذا يجب أن يكون البيانات التي تصدر أبيانات تحمل إجراءات تنفذ على أرض الواقع نحن لا نبحث عن ردة الفعل يعني الآن لا نريد أن نحل ردة الفعل ولكن نحن الآن أمام فعل هذا الفعل يجب أن يضرب في مكانه ويضرب بنفس المستوى التي يراد استفزازنا به نعم إذن أستاذ الإعلام السياسي الدكتور مطلق المطيري شكرا جزيلا لك استراتيجيلا لكي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث شكلت مرحلة جديدة استكمالا لجهود المملكة في تنمية رأس المال البشرية وفتحت أفاق الابتعاث في قطاعات حيوية واعدة تحقق مستدفات رؤية عشرين ثلاثين بعقول وأياد سعودية استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية خصوصا في ظل المرونة وعدم اشتراط امتداد التخصص واستحداث مجالات الدراسة وفق الأولويات الوطنية ومشاريع رؤية عشرين ثلاثين الكبرى واحتياجات سوق العمل السعودي إعداد جيل من الأطباء والعلماء في علوم الخلايا والمناعة والتخصصات الدقيقة من أهداف برنامج الابتعاث خصوصا في ظل ما سجله المبتعاثون السعوديون من نجاحات في هذا المجال مؤهلات هندسية في مختلف الدرجات العلمية يتيحها البرنامج لدعم التصنيع والبناء وتشمل الهندسة المعمارية الميكانيكية النظم الصناعية الطاقة والنفط وتقنيات الحاسب الآلي كما تضم مجالات الابتعاث القطاعات الواعدة كعلوم الفضاء والهندسة النووية والفلك والجيولوجيا ومع مبادرات المملكة الرائدة في مكافحة التغير المناخي والتحول المنتظم نحو الطاقة المتجددة تضمنت تخصصات الابتعاث علوم البيئة وإدارة المياه والهندسة البيئية والكيمياء العضوية وغير العضوية تحديث الأنظمة وصدور التشريعات المتخصصة والتحول الرقمي المتسارع في المنظومة العدلية بالمملكة نوع فرص الابتعاث في القانون ومبادئه وأبحاثه والتحقيق وعلم الجريمة والأدلة الجنائية ومن أجل بناء قطاع سياحي سعودي منافس عالميا يتضمن البرنامج الابتعاث في الإرشاد السياحي الإدارة الفندقية وتنظيم الفعاليات وإدارة الموارد التراثية تأهيل نوعي للكوادر والكفاءات السعودية يؤكد عزم المملكة على المضي في رحلتها نحو المستقبل بعقول وسواعد أبنائها مسلحين بالعلم وفق أعلى معاييره الدولية وإطلاق إبداعاتهم ومواهبهم في البحث والتطوير والابتكار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر النيابة العامة تعلن السجن 15 عاما لمواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج في جدة أهلا بكم من جديد أعلنت النيابة العامة صدر حكم بحق مواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج في جدة وسجنه لمدة 15 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة حيث كشفت التحقيقات قياما المتهم بممارسة جريمة ترويج المخدرات في شقة هيأها لهذا الغرض وبالقبض عليه وتفتيش مسكنه أثر على ثمانية أكياس من مادة الشبو ومواد أخرى من المخدرات وادوات لتجهيزها وتعاطيها فيما شمل الحكم متهمين آخرين كان متواجدان في مسرح الجريمة وسجنهما مددا متفاوتة بتهمة التستر آفة المجتمع وهادمة المجتمعات إنها المخدرات إدمان وأمراض انسحاب اجتماعي وسلوكيات عدوانية هذه هي نتيجة المخدرات ليس عيبا للمدمن عندما يذهب إلى مراكز العلاج فهي فعالة بالعلاج وسرية فهناك برامج علاجية وتأهيلية ونفسية للمساعدة على مقاومة استخدام المخدرات والتغلب على إدمانها جهود أمنية مكثفة لملاحقة مروجي المخدرات والقبض عليه النيابة العامة ماضية في تقديم الدعاوى الجزائية المشددة بحق المتهمين والمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم حيث كان آخرها إعلان النيابة العامة سجن مواطن خمسة عشر عاما كان يمارس جريمة تلويج المخدرات في شقة هيئها لهذا الغرض بمحافظة جدة المملكة تواصل حربها لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة المهددة للأمن والصحة وتشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي جريمة مخدرات إذ أن التستر عليها يعد معرضا للمساءلة الجزائية أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين جاهزية جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والصائمين خلال يوم عاشرة مع الاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة من خلال تسخير جميع الإمكانيات والطاقات البشرية والأهلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام فضلا عن مواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية الخدمية المستمدة من الخبرات التراكمية لجميع الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام هذا فيما جهزت شؤون الحرمين المصليات النسائية ومصلى الركعتين بصحن المطاف والمسعى وجميع المرافق الخارجية التابعة للمسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن من قاصدات البيت العتيق أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أصدرت أكثر من 240 ألف حكم خلال الربع الأخير من العام الهجري المنصرم بينما بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلال الفترة نفسها أكثر من 600 ألف جلسة قضائية وشهد قطاع القضاء تطورا كبيرا على المساويات التقنية والإجرائية والتنظيمية كافة من خلال إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية وحكمتها وتقليل مدد الفصل في المنازعات أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار فيه وستعمل أسفار على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية وخلق بيئة تنافسية مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني بهدف توزيع وزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عمان وتعظيم المحفظة الاستثمارية للصندوق الذي يسعى لبناء شراكات استراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي حصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على اعتماد التصنيف الإداري من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وذلك نظير تطبيق معايير مصفوفة التصنيفات الإدارية للمحميات الطبيعية الدولية ويعد هذا الاعتماد أحد أهم الوثائق الداعمة لتحقيق الانضمام للقائمة الخضراء للمحميات الطبيعية التي تدار بفعالية وكفاءة اختتم اليوم المعسكر الصيفي للدكاء الاصطناعي لطلبة المرحلة الثانوية الذي نظمته الهيئة البيانات والدكاء الاصطناعي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مقر الجامعة في ثول ويهدف المعسكر إلى إثراء معرفة الطلبة وتطوير مهاراتهم في تقنيات الدكاء الاصطناعي حيث عملوا على مشاريع تدريبية مختارة في عالم الذكاء الاصطناعي باستخدام المعرفة التي اكتسبوها من المدربين في المعسكر وإنجاز تلك المشاريع تحت إشراف متخصصين بالشراكة بين إدارة تعليم صبيا ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع انطلقت فعاليات برنامج موهب الإثرائي الأكاديمي 2023 بمركز الأمير ناصر بن عبدالعزيز للموهبين بصبيا والذي يهدف لرفع كفاءة طلاب من خلال إطلاق العديد من البرامج انطلقت فعاليات برنامج موهب الإثراء الأكاديمي 2023 بإدارة تعليم صبيا في عامه الثاني والذي يهدف إلى تطوير المهارات وتنميتها لشخصية الطلاب الموهوبين وفق منهجية علمية تسهم في توفير سواعد وطنية تغطي احتياجات التنمية من خلال إطلاق برامج عدة نعمل من خلال وحدة الاختراعات مع مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية في مجموعة من المشاريع التي نسعى من خلالها إلى تنمية مهارات التفكير الناقض ومهارات حل المشكلات وإدارة الوقت والعمل الجماعي بهدف المشاركة في مؤتمر الاختراعات لاحقا بإذن الله مهندس المستقبل ومخترع الروبوت وتطوير المهارة نحو السعي إلى التميز وتحمل المسئولية والتفكير الناقض ومهارات الاتصال أبرز أقسام البرنامج التي تسهم في رفع كفاءة الطالب وتعزز قدراته الشخصية نحن هنا متواجدون لبناء روبوت نوع NXT من شركة ليغو وبرمجته وهذه الحقيبة تتكون من قطع الليغو وحساسات حساس اللمس حساس الضوء حساس الصوت حساس المسافة والمحرك والمعالج سيكون في المحرك حساس الدوران نهدف من ذلك بناء روبوت متعدد الأشكال المتعددة الصعوبة وبرمجته بعدد أشكال خمسة وثلاثون طالبا موهوبا يتنافسون من أجل المشاركة في البرامج المحلية والدولية لتمثيل المملكة بأكمل وجه ممكن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة التقصيل هذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة إلى جزان كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحف الرعدية مسبوقة برياح النشطة سطحية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية من الربع الخالي وجزان نشرة انتهت إلى العنوين وزارة الخارجية تؤكد رفض المملكة محاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر محمد بازوم المملكة تدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي ومستوطنين لباحة المسجد الأقصى والاثنين المقبل اجتماع إسلامي لبحث تداعيات تكرار حرق نسخ من المصحف بالسويد والدنمارك شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة